والآن نجد أنفسنا تحت ظل الشجرة الثالثة من أشجار المناهج الدعوية المثمرة إنها شجرة المنهج الحسي بعد أن بينا لك عزيزي الطالب المنهج العقلي والمنهج العاطفي الآن نقف بك على المنهج الحسي والمنهج الحسي إنما يعتمد على عناصر هذه العناصر أولها تعريف المنهج الحسي وأيضا أبرز أساليب المنهج الحسي وكذلك ميادين استعمال المنهج الحسي وأخيرا خصائص المنهج الحسي نبدأ ببيانها فنعرف المنهج الحسي ما المقصود بالمنهج الحسي؟ إن المناهج الدعوية بمثابة حبيبات العقد المتراصة بعضها يقف على بعض ويرتبط به ارتباطا وثيقة لكن الأسلوب المعتمد على ما لدى الداعية من حس مرهف وشعور نابض بالجماهير المدعوة يمثل الرباط الجامعة لتلك الحبيبات إذ لو له ما كان للداعية من قيمة في ميادين الدعوة ومخاطبة الآخرين تلك مقدمة نستطيع أن ننفذ منها إلى بيان المقصود بالمنهج الحسي إننا نستطيع أن نقول إن المنهج الحسي عزيز الطالب يمثل الرباط الوثيقة بين الداعية والمدعو على حد سواء ففي هذا الدرس الذي نقف بك عزيز الطالب على مفهوم المنهج الحسي إنما نقول إنه نظام دعوي يرتكز على الحواس انظر يعتمد على الحواس رؤية المدعو الإحساس بمشكلته الإلمامة التامة بالقضية ذات الموضوع والمشكلة التي تطرح نفسها على ميادين الدعوة التي يقف بها الداعية أو يقف من خلال حواسه على ما تحتاج إليه نستطيع أن نسميه منهج حسي فالمنهج الحسي نظام دعوي يرتكز على الإحساس ويرتكز على الوعي والإدراك ويعتمد على المشاهدات والتجارب التي ينجح الداعية في فهمها حتى يؤدي دعوته بنجاح أو هو مجموعة أساليب دعوي ترتكز على الحواس وتعتمد على المشاهدات والتجارب فسواء أكان نظاما أو أساليب فهما معا يصبان في مصلحة واحدة هي إبراز منهج الحسي هذا هو التعريف فماذا عن أساليب المنهج الحسي إن للمنهج الحسي أساليب عديدة منها لفت الحس إلى التعرف على المحسوسات للوصول عن طريقها إلى القناعات التي تعتمد عليها نفس المدعو وتؤمن بها كما جاء في القرآن الكريم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون انظر إن التعبير في قوله تبارك وتعالى إنه لحق الضمير إما أن يعود على القرآن أي إن القرآن حق أو أنه يعود على الحق تبارك وتعالى أي إن وجود الله حق ذاك الذي بيّن لكم تلك الخيرات في الأرض وفي النفس وفي السماء وفي الأرض وفي كل ما يحتاج إليه إنسان دلالة على وجود الله وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد إن لفت الحس إلى التعرف على المحسوسات إنما هو من أعظم أساليب المنهج الحسي كذلك من أساليبه التعليم التطبيقي بمعنى أن الداعية لابد أن يكون أسلوبا يتحرك بين الناس يراه الناس فعلا قبل القول على وجه يشاهد المدعو فيه كيفية تطبيق الداعية للفعل الذي أمر به المدعو وكما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته لتعليم أصحابه الصلاة والحج حيث جاء في الحديث الشريف قال فيه صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي وأيضا خذوا عني مناسككم وفي بيان الصلاة فعلا متوافقة مع القول وكذلك مناسك الحج كما أداها النبي صلى الله عليه وسلم كانت أعظم دعوة وأكثرها وأشدها تأثيرا في نفوس المدعوين وهذا ما ينبغي أن يسير عليه الدعاة في كل وقت وحين كذلك من أبرض أساليب الدعوة للمنهج الحسي القدوة العملية في تعليم الأخلاق والسلوك وهذه النقطة ليست ببعيدة عن سابقتها حيث إن الداعية الحق هو الذي يطبق بقوله ما يقول يطبق بفعله ما يقول بقوله وكذلك إذا فعل ذلك كان قدوة عملية في الدعوة الحق تبارك وتعالى أشار إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قدوة يتأسى بها الدعاة على مر الزمن لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا إن النبي كان قدوة بقوله وبفعله للدعاة والمدعوين على حد سواء كذلك من أساليب المنهج الحسي تغيير المنكر باليد وإزالته على وجه يشاهده صاحب المنكر ويعد هذا الإنكر أقوى درجات الإنكر كما جاء في الحديث الشريف من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان إن تلك الصورة العظيمة التي بيّنها لنا النبي صلى الله عليه وسلم في تغيير المنكر إنما هي أيضا ترتبط بالقدوة الحسنة والقدوة ترتبط بالأداء الفعلي كما سبق في النقاط ومن هنا أعزاء الطلاب نستطيع أن نبين أن الأسلوب الحسي أو المنهج الحسي له أسليب وله مناهج لابد أن يسير عليها الدعاة في كل وقت وحين وبذا تنجح دعوتهم